نقطة ثانية كذلك اللي اشتغلنا عليها وهو اننا تنشتغل مع ويزارات الفلاحة باش اننا ندروا عدادات هذه العدادات انها تكون بنسبة لضياءات الكبرى ومبادئة كل ضياءات الصغرى والمتوسطة على اساس اننا نضبطوا الامكانيات المائية المستغلة من الفرشة المائية لأن المهم لنا ليس هو الخلاص لأساسي بالنسبة لنا وهو نعرفه كيف يتم استغلال الفرشة المائية لأننا لدينا كثر من 90% من الأعبار فهي غير مرخصة الثاني لم نعرفينه بأنها كاينة أولا وندرنا إحصاء اليوم عارفين فيين كاينة وهكا المشكلة وهو ما عارفين شهل ستستغل وندرنا اتفاقية كذلك مع المحافظة لكي ندروا واحد الكاداستخ دي الماء أي باش نعرفه كل الأراضي اللي كاينة شهل ديال أبر فيها شو العمق ديال أباش هاد المتا تستخرج إلى أخيره ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر